أعلن نادي بيراميز الأسيوتي سابقا عن تعقده مع البرازيلي رودريجو إدواردو كوستا خلال فترة الانتقالات الصفية الجارية وكان بيراميز قد أعلن في وقت سابق عن تعقده مع أربعة لعبين من البرازيل سابقا وبذلك أصبح رودريجو هو اللاعب الأجنب السابع في صفوف الفريق حيث تعقد بيراميز مع السوري عمر الميداني والفلسطيني داني شهين بجانب الرباع البرازيلي ليصبح واجبا على النادي الاستغناء عن أحد اللاعبين البرازيليين في الفترة المقبلة حيث تنص اللوائح على قيد أربعة لعبين أجانب فقط في قائمة كل فريق